بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا أبناء العزاء في هذه الحصة الجديدة والتي تتعلقنا طبعا في المراقبة المستمرة أو الفرد الأول من الدورة الأولى لمكون التربية المدنية نعم إذن الدرسة المستدفين هما أحترم القوانين الحرية والمسؤوليات ثم أشارك في وضع ميطاق قسمنا وانتخاب مكتب تعاونية إذن أبناء الأعزاء خذوا ورقة وقلام طبعا حتى تنجزوا طبعا هذا الفرد هذا قارنوا إجاباتكم مع الإجابات التي سأمدكم بها إن شاء الله نشرع على بركة الله طبعا التمرين الأول نعم التمرين الأول يقولنا طبعا من نكبر الصورة من مقتدية القانون الداخلي للمدرسة الاستفادة طبعا من المكتبة الاستفادة المكتبة ثم المطالعة في عين المكان أو الاستعارة ثم عدنا التعويض عن الضرر الذي يلحقه بالكتب عن عمد يعني التعويض عن الضرر الذي يلحقه بالكتب عن عمد ثم عدم الكتابة على الكتب عدم الكتابة على الكتب فهذه الجمل الأربعان عام سنضعها في مكانها إذن نضع الحقوق هنا والحرية هنا والواجب هنا والمسؤولية هنا طبعا سنضع هذه الجمل في مكانها الخاص نعم بالنسبة طبعا التمرين الثاني والذي يقول لنا يضمن القانون حقوقنا وحرياتنا ويحملون مسؤوليات طبعا لحماية المجتمع والأشخاص وحددوا بعض الحقوق والحريات والواجبات والمسؤوليات تجاه النقل العمومي إذن سنحدد حق من حقوق ثم أحد الحرية طبعا في استعمال النقل العمومي ثم الواجب ثم المسؤولية طبعا هنا التمرين طبعا الثالث يقول لنا طبعا هنا أذكروا أربع قواعد لمتاغ قسمنا أذكروا أربع قواعد لمتاغ قسمنا إذن سبقوا أن درسناها في الخامس وفي الساز بعض قواعد لمتاغ قسمنا بعد طبعا الإنجاز ستقارن إجاباتكم مع الإجابات التي سأمودكم بها قلنا مقتدر القانون الداخي مضرسك إنها الاستفادة من المكتب المطالع فيه على المكان أو الاستعار التعويض عن الدار الذي يلحقه بالكتب إذن الحق ديالي هو الاستفادة من المكتب لأن الحق أنا استفيد grad fee الحرية هو المطالعة في أي مكان أو الاستعارة قد أطالع في أي مكان قد طبعا أستعره ثم الواجب عدم الكتابة على الكتب نعم الواجب من واجب عدم كتابة على الكتب أي محافظة على الكتب ومسؤولية هو التعويض عن الضرر الذي يلحقوا بالكتب طبعا أنحب إذا فعلت ذلك متعمدا إذن المسؤوليات التعويض عن الضرر الذي يلحقوا بالكتب هذا بالنسبة لـ 8 الأول 8 تاني كما قلنا يضمن قائم حقوقا وحريات ويحملنا مسؤوليات لحماية الأشب المجتمع وحددوا بعض الحقوق والحريات والواجبات والمسؤوليات تجاه النقل النظام إذا بالنسبة للنقل العمومي عندنا من بين الحق دي استعمال نقل العمومي من حقي أن أستعمل النقل العمومي والحريات في أي وقت أريده متى أردت أن أسافر فمن حقي أن أستعمل النقل العموي الواجبات الحفاظ على الحافلة نعم الحفاظ على الحافلة والمسؤوليات عدم تمسؤولي قانونية أتحمل التبعات القانونية في حالة مثلا قيام بشيء مخالف إذن أتحمل التبعات القانونية هذا طبعا مسؤولية قانونية وعد مسؤوليات لدي اقتناء بأهميتها لي ولغيري أنا لدي اقتناء بأهميتها بأهميتها الوسائل النقل العمومي ولغيري بالتالي فمسؤولي لي أن أحافظ عليها دبنا نمر إلى طبعا أذكر بعض قواعد المتاق قسمينا الجلوس في المقعد الخاص بالانتباع عند بداية الحصة وإنجاز زمرين احترام الأساتذة ومتعلمين والتفاهم معهم المحافظة على الوسائل التعليمية الحرص على نظافة القسم ومحيط مدرسا هذه بعض قواعد وهناك قواعد أخرى طبعا مشاركة فعالة داخل القسم وغيرها إذا قلنا الجلوس في المقعد الخاص بي الانتباع عند بداية الحصة وإنجاز زمرين احترام الأساتذة والمتعلمين والتفاهم معهم المحافظة على الوسائل التعليمية الحرص على نظافة القسم وطبعا محيط المدرسا هناك قواعد أخرى طبعا عدم رمي طبعا الأزبال داخل القسم أو تحت الطاولة عدم الصخرية من التلاميذ الإنصاط الآخرين احترام الأراء ديالهم فهناك مجموعة من القواعد طبعا المشاركة الفعالة وشاركة نعم طبعا لا تنسوا الاشتراك للقناة فضلا وليس أمران حتى تدعمها للقناة اللي هي تربوية طبعا شكرا لكم